اشتركوا في القناة العلم الحكيم عنوان الدرس كما رأيتم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وبنسبة هذا الحديث لا أعلم أحدا أحمق ممن يدعو الناس إلى ما يسمى توحيد الصفوف ولا يرضى بالغربة الواضحة من سمع هذا الحديث وسمع الأحاديث الكثيرة الواردة في غربة هذا الدين بل أنه سيأتي زمان يجتمع الناس في المساجد وليس فيهم مؤمن ولا يرضى بالغربة فضلا أن يدعو إلى توحيد الصفوف لا أرى أحمق من هذا الشخص خصوصا إن كان ينتسب إلى العلم فأنا أقول فيه قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هو هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا أولا نحن المسلمون نقرأ في مبادئ العقيدة أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره هل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع قدر أم لا بلى إنه قدر أجل إنه قدر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع هذا قدر وكان أمر الله قدرا مقدورا ونقطة النقطة الأساسية من الإيمان هي الغيب ليس المحسوسات مع أن الغيب الآن صار لنا محسوسا للأسف فكم من المغيبات أخبر فبعضها مضى وبعض سيرى نحن الآن رأينا شحا مطعا وهروم متبعا وإعجاب كلية رأيه برأيه ورأينا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عين اليقين ليس علم اليقين عين اليقين أن الطوائف ستختلف وتختلف وتختلف حتى تكون ثلاثا وستين فرقة سبعين فرقة وعايناها الآن إذا نظرنا إلى الطوائف الإجمالية وأما إذا نظرنا إلى الطوائف التي تتولد من الطوائف الإجمالية فهذه لا عدد لها لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وشل جلاله فكل طوائف من هذه الطوائف تتولد منها عناصر أخرى ومع هذا يبقى المؤمن يبقى المؤمن أو من يدعي أنه مؤمن يدعو الناس إلى توحيد الصفور أنا ما رأيت أحدا أفهم لهذا الزمن من ما رأيته بكتب محمد باب ابن أمين حفظه الله تعالى مع أني لم أدرس معه ولم أعرف حقيقة هذا الرجل وهي هاته أن أعرف حقيقة ولكن أنا ما رأيت أحدا أدرى بهذه الأيام من تصوره كما كتبه في كتبه حيث يسمي مساجد هذا الزمان ملاعب وطبعا هي ملاعب فاتقيا ملاعب الجمهور واجتنبا ملاعب الجمهور واتقيا الميل للظهور وفي حديث صح عند ابن أبي شيبة ثم صح عند ذهبي ذكر زمان أهله إلى المساجد يزفهنا صباحا ومساء وليس فيه مؤمن فانت به لذا كما الحديث قد صح به ومن فسر الحديث بليس فيه مؤمن كابل هذا قد زور لأنه ليس فيه مؤمن حقيقة لأن من يعتقد الآن الديانة الإبراهمية هل يعد مؤمنا أو من يعتقد فناء النار هل يعد مؤمنا أو من يعتقد أن العذابة بمعنى العذوبة وهؤلاء جماعات كثيرة أو من يعتقد أن الأنبياء يعصون أو من يعتقد أن الصحابة يفعلون ما بقع بينهم من الخلاف عن اجتهاديات شهوية هل يعد من المؤمنين ويقول الطحاوي وهو من القرن الثالث يقول بغضهم كفر ونفاق ويقول الإمام القرطبي عند قول الله تعالى كما ذكر ذلك عنه ابن كثير وهو ابن الإمام القرطبي طبعا يقول عند قول الله تعالى في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداه على الكفار الرحماء وبينهم ترام ركعاً سجداً يمتعون فضلاً من الله ولدوانا سيمان في وجوههم من أثر السجود ذلك مذلهم في التوراة ومذلهم في الإنجيل كثر من أخرج شطأه فآثره فاستغلغ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليضيغ به من كفار قال الإمام مالك من أصبح وفي قلبه غير أو بغض أو أي حماقة هذا هو معنى كلام الإمام القرطبي فقد ألزم نفسه هذه الآية فقد أوقع هذه الآية عليه هو نفسه فقد أدخل نفسه بهذه الورطة ليضيغ به من كفار فقد أصبح يعبر عن نفسه أنه هوه الصحابة والله تعالى قال ليضيغ بهم الكفار هذا فهم الإمام مالك هذا فهم الإمام مالك هذا فهم الإمام مالك إمام دار الهسرة الإمام مالك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال يشكوا من يضرب الناس وأكباد الإبيري شرقاً واربا في طلب العلم ولا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة ولا يختلف ذناني الآن أنه مالك هذا هو فهم مالك قال فقد ألزم نفسه إله قد أدخل نفسه في معنى ليضيغ به ملك الكفار إذن من يدعو إلى توحيد الصفوف في هذه الأيام أو يدعو الناس إلى ما عليه الغالب هذا هو أضل من هو من هو يمشي على وجه الأرض هذا واحد يدعو إلى هذا كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغربة وكيف هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بالدين من الفتن هذا واحد يدعو إلى ما عليه الجمهور الآن كيف يكون مصدقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون فاهماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من موافقة الجمهور كيف يكون مثلاً هذا شيء عجيب جداً هذا أماء أو تلبيس إبليس تلبيس إبليس حذاري فضلاً أن يقول التجديد هذا شيء آخر تجديد تجديد في هذه الأيام تجديد معنى لم يستحي من الله تعالى من أن يدعو الناس إلى ما عليه الجمهور بل تجاوز وصار يدعو يقول لابد من تجديده التجديد عبارة عن التغيير تجديد هذا عبارة عن التغيير هذا عبارة عن التغيير التجديد هذا عبارة عن التغيير ما هو التجديد ما هو التجديد أخبرونا عن التجديد التجديد عبارة عن التخريب والتفسيق والإبعاد عن طريق الحق وما كان عليه سلم أمور الصحابة لإضوار الله عليهم أخبرونا عن الصحابة هل كانوا يرتقبون هذه الغربة ويخافونها أم لا والله إنهم كانوا يخافونها وينتظرونها حتى أنس بن مالك رضي الله تعالى كان يقول الله من يعذيك من الستينات من سنين الستين لأنه يعلم أنه سيوجد من يوجد من أمراء السوء وهذا الفضيل بن عياد وهارون الرشيد لا يوجد الآن أمير ولا رئيس ولا حتى ولا عالم عالم في هذه الأيام منهل هارون الرشيد وهو يعد في ذلك الوقت ليس من أمراء المسلمين الصالحين لديه الخير الكثير ولكنه لا يعد محسوب من الراشدين لأن الخلاف الراشد فقط هذا الفضيل من عياد يتهرب منه لا يرد أن يرى وهذا أبو حنيفة النعمان يتهرب من أمراء زماني وهذا مالك يتهرب من أمراء زماني وهؤلاء أئمة التابعين بل الصحابة لإضوان الله تعالى تهربوا من كثير من أمراء المؤمنين في ذلك الوقت كيف هو أحد الآن يدخل على السلاطين ويأكل طعامهم ويمدحهم وبعد ذلك ما ينتهي عند هذا الحد يدعو الناس إلى الاجتماع إلى هذا المنهج ما بقي من الفساد شيء هو جاء خالط السلاطين وأكل طعامهم ووافقهم وذهب معهم وتمنى أن يراهم وقابلهم وأخذ هواتفهم وما بقي شيء من مخلطتهم الله وأتى به ثم بعد ذلك صار يدعو الأمة الإسلامية إلى القرب منهم وإلى أن البقاء معهم والإتخاذ من أجيهم هذا هو طريق السلف الصالح والسلف الصالح كانوا يتهربون منهم السلف الصالح كان يقول دعونا من السلاطين لا تدخلوا عليهم أصلا ولكن لا تخالفهم نحن لا نريد أن نكون دواعش الدين أو دواعش الأبداء نحن إما قوم خوارج طائفة تريد أن تخرب العالم في وقت واحد في الخروج على إمة المسلمين أو إمة الكفر لأنه لا يمكننا أن نخرج على إمة الكفر أيضا أو ما رأى الكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غن من يتتبع بها شعب الجبار ومواقع القطر يفروا بدينه من الفتن وقال إذا رأيت شح مطاعم وهو متبعا وإعجاب كل يرأي برأي فعليك بخوصة نفسك من عليه بخوصة نفسك يمكن أن يعارض رؤساء أمريكا أو رؤساء الغرب أو رؤساء الصين أو رؤساء حتى ولو مرتاني لا هو ما عليك بخوصة نفسك من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتزم رؤوس الجبال ويبتعد من الناس هل عليه أن يعارض السلاطين في المدن هذا ليس صحيح ولكن هل عليه أيضا أو لا يرزمه أن يخالطهم ولا يترك من سرائرهم ولا من موافقتهم ولا من حبهم شيء لا إذن الطريق المهلاة هي الابتعاد من الجميع لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا إلى المجرمين الذين يمدحون السلاطين الليلة والنهى ولا إلى المجرمين الذين يعارضون ويخربون هاو داعش الأبدال هاو داعش الأدياء وأنا أقول لكم أنتم كلكم حقيقة دواعش سمي جميع المسلمين دواعش إما قوم يقتلون الناس قتلا أسوأ من الأبدال والفتلات وأشهد من القاتل قوم خربت دياناتهم وهو قيل لهم أعتقدوا الديانات الإبراهيمية قيل لهم أعتقدوا فناء النار أعتقدوا أن أن الإسلام دين حرية ودين سماحة ما هو معنى السماحة؟ ما هو معنى السماحة؟ ما هو معنى السماحة؟ أعتقدوا أن الرجل كالمرأة أن الرجال والنساء فقط هكذا سواء كما سوى مجاريه المشطوء كأثنان المشط السراح كما تقول في المرة ثانية هذه المرأة النساء وشقائق الرجال أين الشقائق الرجال هذا حديث واحد ولكن الله تعالى قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربنا سبحانه جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم علىها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبول من الرجال كثير ولبكم من النساء إلا نساء متعددات كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم وغيره هذا أنتم ستمحون الإسلام كله في مقابل حديث جاء في النساء شقائق الرجال بمعنى الصلاة والطهار والشياء محدودة والله تعالى يقول ليس ذكرك الأنذى أنتم ستكذبون رب العالمين ومن أصدق من الله وهذا حكاية عن امرأة هذه قالت امرأة امرأة ربي إني ليرتلك ما في بطن محررا فتقبلني أنك التسمير العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنذى والله علم بما وضعت وليس ذكرك الأنذى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بكذريتها من الشطان الرجيم هل أولى فضليات النساء الذين التي صرح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنهن كاملات قانتات تائبات عابدات صالحات أخبركنا أما كنا كأنكم كاذبون أخبركنا هؤلاء النساء أنكم كاذبون أيها العلماء أيها العلماء المذبورون قالت لكم قالت لكم النساء الصالحات وليس الذكروا كالأنذى كذلك رب العالمين عن النساء الصالحات وليس الذكروا كالأنذى وليس الذكروا كالأنذى هذه الدعاية إلى قانون سافرسكو لا قدرة لي على معارضة ولا أمل لي قبل أن يأتي المهدي المنتوم في تغيير المسلمين سوادهم الأعظم لا أمل فيه كما قال شيخ محمد الحمد بابا حضر الله تعالى ورعاه فاشتنبا ملاعب الجمهوري ملاعب إذا كانت المساجد ملاعب نحن نقول من الملتان إذا ضرب الإمام خاف المؤذن إذا كانت المساجد ملاعب إنما بنيت المساجد لما بنيتنا إذا كانت المساجد يجتمع فيها الناس ويمتلئ منهم تغطص ما يبقى فيها موطئ قدم إلا وفيه راكع وساجد وصاف صف واحد وليس فيهم مؤمن وإن أردتم الحقيقة فقلوا لمؤمن هل مؤمن يعتقد فناء النار هل مؤمن لا يعتقد مجوبة تعلم هل مؤمن لا يعتقد مجوبة تعلم فرائض العين هل هذا مؤمن أنتم تعلمون أن كلكم دعاة لا يعلمون فرائض العين دعاة على بواب الجهنم قل لا داعي إلى الله تعالى لا يعلم فرض العين داعي إلى الله تعالى لا يعلم في عقد الأشعري وفي قمالك وفي طريقة الجريد الساري دعيه لله تعالى لا يعلم وقدم قول الهلال وقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار أو طيف ألم أهمه عقايد لا ألم العقيدة ثم فروع الطهارة والصلاة والصيام والزكاة على أحد المياب الأربعة المجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيره الجميع منعه حتى يجي الفاطم المشدد دين الهدى لأنه مجتهد وكما في مراق السعود السيدي عبد الله بن الحاج ورأيه في علم الأصول ودعيه لله تعالى لا يعلم قول الهلال هذا لو قيل لوالي يقول هذا ما نحتاج إليه ما نحتاج إليه نحتاج إلى أخوه رياض الصالح والبخاري أنت لو أنك الآن الإمام مالك على سبيل المثال خليك لست الإمام من وهب ولست الإمام من القاسم أنت الإمام مالك هل أنت صالح للإمام البخاري الآن أنت الإمام مالك الذي هو شيخ شوخ البخاري ومرجع البخاري إلى مواطعي هل أنت صارح للبخاري أولا قبل أن تجالس العلماء وقبل أن تأخذ الوقت الطويل هذا كلام فاسد أنت أحمق أو أنت أحمق مورور داعي إلى الله تعالى على هذا الجهل المركب أو الجهل لا أدري إنه مركب لا نحتاج إلى هذا هذه مآسي مآسي مربعة العلم الإسلامي وهي محملة محمولة على غهور من يسمى علماء وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول أخوفه ما أخافه على أمة الأئمة المضلون هو واحد الآن يرضي بالناس ويقول لهم لا تفدكم صلاة الجماعة ولا تفدكم صلاة التسابع ولا تفدكم صلاة التراوح لمن هؤلاء الناس صلاة الجماعة لمن من حكمة الجمع انتفاعوا الجهل مع تلق بركات الفضلاء وبتعاهد اللقاء نظاموا للفتح يحصلوا للقيام إذا كانت المسايد هي مراكز الكفر لماذا أنت تدعو الناس إليها لماذا أنت تدعو الناس حكمة الجمع انتفاعوا الجهل أين ينتفعون هو واحد عندما يتيج إلى مسجل ماذا سينتفعون هل سيقرأ درسا من الطهارة أو من الصوم أو من الحجة أو من العقيدة لا هذا لا نحتاج إليه خلوا رياض الصالح خلوا صحيح البخاري أعطينا محاضرة أعطينا محاضرة ما هي اليوم المحاضرة محاضرة فلان ابن فلان العلامة فلان فلان ما سيمر بكلمة واحدة يحتاجها العام ما يحتاجها العام أصلا مرأة تحيط وتعتد وتخرج من العدة ما عرفت هذا أصلا ما سامعت بهذا ما أصلا يجامعها الزوج في الحلد يعتقد أنها طه تعتد تعتقد أنها مازالت رجعية تكون رجعية تعتقد أنها غير رجعية تتزوج وإيما زالت زوجها الناس في حريق من الجهد حريق من الجهد حريق من الجهد ولذلك الشيخ محمد الحسن الخديم حفظه الله تعالى ورعاه يقول إذن المحاضرة تهيئة الزمني للجهلاء أدها دواهي الفتني فيها الفتاة يخرج مع فتات يفتينها أو تفتين الفتاة كل بها عن علم الأحكام الشغل يخوض فيما ليست تحتوى عمل وكل محاضرة ترسل إلى مجموعة مجموعة كم هناك من المخربين أو المخربات كم هناك من المخربين أو المخربات ستصل محاضرة فولان العالم العلامة ما هي المحاضرة اليوم حول التاريخ الإسلامي حول متى احتلت فلسطين متى يعني كيف تطور الغرب وكيف يعني ما هي فائدةها على المسلم متى احتلت فلسطين هو ليس لا تتكلم عن فلسطين تكلم متى احتلت الإسلام أصلا فلسطينهم أحسن الناس أحسن الناس فلسطين قوم مغلومون ويعلمون أنهم مغلومون أنتم مغلومون ولا تعلمون أنكم مغلومون هذا كلام بتحت الله فلسطين وأنا ونحن آسفون لفلسطين وقتلوا للمنا لماذا لا ترسبون لأنفسكم وأنتم تقتلون أنفسكم فلسطين وقتلهم الكفار لكن تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم لماذا ولا ترقوا بأيديكم إلى التالوك لماذا لماذا أنتم تقتلون أنفسكم هذا الشيء عجيب جدا ويذيق بعضكم بأس بعض هذا أسوأ من أن يذيق بعضنا بأس الكفار هذا فقط تخريب 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 والناس تتماشى مع هذا وتتفاعل معه وتعتقده خيرا هذا كلام هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول للتابعين أنتم الآن تقولون كلاما كنا نعهده على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا لو كان كنتم تقولونه لو قيل في أيام رسول الله سلم عددناه كفرا لأن الصحابة كانوا على علم من هذه الغيبيات على علم كامل من هذه الغيبيات ما عندهم ولذلك حذير فتا بن يمام رضي الله تعالى إنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من نفسه قال الناس يسألون رسول الله سلم عن خير وكنت أسألو عن الشري مخابة أن أقع فيه حذير بخار المسلم مخابة أن أقع فيه لأنسان لا بد أن يسأل عن الشر مخابة أن يقع فيه أنتم تبحثون عن الشري لتقعوا فيه أو تغيرون الشر إلى الخير لتلبسونه لباس الباطل حتى يكون الشر خيرا أعوذ بالله ناس يعني أهدافهم تخريب الإسلام أهدافهم تخريب عقائد المسلمين أهدافهم بناء مساعد تبناء ومدارس تبناء ومعاهد تبناء لتخريب المجتمع الإسلامي لتخريب العالم الإسلامي ما بقي منه وخريبة وخريبة حقيقة لكن ما بقي هذه الشرذما قليلة التي هي أقل من القليل كاذا تنعدم تطارد حتى تقول بلسان فصيح كفرنا خلاص كفرنا صريحا حتى تعلين الكفرة البواحة حتى لا يبقى في قلوبها أقل الإيمان أقل الإيمان في القلوب الأخوة أقل الإيمان وكرهه إليكم الكفرة terra والفسوقة والعصيانة حتى يكون حبب إليكم الكفرة حتى تحب الكفرة بواحا حتى تحب الكفرة بواحا صريحا هذا هو هدف المحاضنين الناس تجتمع فقط وبعد ذلك يريدون هذا شيء عجيب جدا توحيد الصفوف الأمة ما ستجتمع على الضلال الأمة ما ستجتمع على الضلال وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على الضلال لكن هل ستفترق على الضلال نعم طبعا هذا هو وعد الصادق المصدوق لتتبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع افترقت بنو إسرائيل اليهود النصرى على 72 فرقة وستفتريق أمتي على 73 فرقة نعم ستفتريق الأمة على ضلال أما أنها تجتمع على ضلال مستحيل لم تجتمع على ضلال أمتي لا تجتمع على ضلال ولكن هل تفتريق وتدعينا الأمة نعم هذا واقع لا شك فيه ذلك تجد الآن الناس اللي يدعو لي لا تحيد الصفوف سنة سنتين نجح الحزب الفلان الحزب الفلان من يقوده العالم العلامة الفلان الموريتاري أو المصري أو فلان أو فلان اليمني أو فلان لكن بعد سنتين أو ثلاثة فإذا هو غير المنهج لأن الأمة ما ستجتمع على ضلال لا بد أن يغير المنهجية لا بد أن ينتصبه إلى حزب آخر لا بد أن يقع خراب في ذلك لأن الأمة ما ستجتمع على ضلال مطلقا مطلقا لا بد أن يتي تخريب لذلك التيار حتى ينعدم أو يغير المنهجية أو يتيها أمر من الله تعالى لأن الأمة ما ستجتمع على ضلال مطلقا مستحيل لن تجتمع الأمة على ضلال لن تجتمع لكن كون تفترقها لا يجب أن تعلمون تفترق الأمة على ضلال ثلاث وسبعون فرقات كلها في النار إلا واحدة قالوا مني يا رسول الله سلم تختلف الرواية ما كنت عليها أنا وأصحابي وقالوا لا أصلح من قوله صلى الله عليه وسلم فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوباء للغرباء طوباء للغرباء طوباء الجنة للغرباء وأنتم تعتقدون هل أنتم أيها الغرباء إن كنتم ترضون بالغرباء هل تعتقدون من يحصل على أجر خمسين من الصحابة سهل ولو في صدر الإسلام ولو في صدر الإسلام أيام إسلام بلال بن أبي رباحل أيام إسلام الخليفة الراشد دعونا من عمر كان في الأربعين أيام هل يحلم بها بلال أو يحلم بها أبو بكر أن يحصل على أجر أربعين من الصحابة في ذلك وقت ما بالكم بواحد الآن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ستحصل على أجر أربعين وتحصل على هجرة معي لكن هذا صبر ليس صبر هذا نوع من العذاب فوق الصبر لا يعد صبر لا بد أن يكون إنسان راض راض بأن يكون منبوذا وراض بأن يكون شاذا وراض بأن يكون مهجورا وراض بمخالفة الزوجة وراض بمخالفة الأب وراض بمخالفة الأم وراض بمخالفة المحيط وراد بمخالفة كل أحد راد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سيدا رسوله ونبيه نبيه ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ورحمد صلى الله عليه وسلم رسوله هذا هو رضينا بغربة الإسلام رضينا بما قال رسول الله سلم كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ورأيناه أو لم نره راضي إذن بقي أن نكون لنا لا نكون شاكين الشقة لا إيمانا للمرتاب او تقرأون مقدمة الأجرومية لا إيمان للمرتاب ومهله العربية في الكتاب لا إيمان للمرتاب المرتاب لا إيمان لهم لابد الإيمان جزم ابن عاشر قال الإيمان جزم الإيمان جزم بالإله والكتب الإيمان جزم لا إيمان للمرتاب ما دام الإنسان يشك فيما أخبر به رسول الله وسلم من الغيبيات لا إيمان له النقطة الأساسية رجعوا إلى كتاب الله تعالى الفلامين ذلك الكتاب لا رب فيه ذا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب لأن ما قال لن يقومون الصلاة لن يؤمنون بالغيب لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الصوم وفعل الحج وفعل كل شيء متعلق يؤمنون بالغيب إذا أتلمتم بالغيب أترك عنك الصلاة أترك عنك الصلاة أولا لا تهتم بالصلاة لأن الصلاة لأمن الغيبي إنما يوفى الصابر وإدران بورح الساب استعمل بالصبر والصلاة أنت يا لم تؤمن بالغيب سكبة توفى أجرك يوم القيامة أجر لا مدنة وقدمنا إلى ما عملوا من عملي فجعلناه هباء منهورة واحد لم يؤمن بالغيب خليه دعه فليتخذ صديقة وليتخذ خمارة وليتخذ الزنا واللواط ولا تضيع عليه الفرصة الشهوية في الدنيا لا تضيع عليه الحياة الدنيا لا يكون كمن قال فيهم تعالى خسر الدنيا والآخرة تلالك والخسران المبين وأقول قولي هذا وأستغفر الله أهلي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أنت جل جلالك وعز جارك ولا إله غيرك ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وقتنا الحمد لله حمد يوافر عمه وكافر مزيده اللهم صلي على محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤخذنا ينسينا وقتنا ربنا ولا تحملنا لنا أصلا كما حملت علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفوعنا 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 وأءفرنا وأرحمنا أنتم ولنا وانصرناها القبل الكامل ربنا غفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمننا وثبت أقدامنا عن سرع القبر كامل ربنا غفر لنا ولي إخواننا الليين سباقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا لله من ربنا إنك رأو في الرحيم ربنا إنك رأو في الرحيم اللهم احسن حالنا وعقبتنا بالأمور كلها وجناه منخسضوننا عدده في الركان لا إله إلا الله العظيم الحديث لا إلا الله رب السماوات ورب العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهدو أن لا إله إلا أنت استغفرتك وأثمتك سبحانا ربك رب العزتي عما صبنا السلام ورند وصنعنا الحمد للأرض اللهم صلي على محمد وعلى المصحب وسلم سبحانك اللهم شكرا